موسيقى أرغاء المشاهدين والمستمعين منحييكم عبر صوت لبنان بحلقة جديدة من برنامج نقطة على السطر اليوم رح نفتح فيها ملف المساعدات الغذائية شو عم بيصير وين الصغرات ليش الناس عم تشكي ليش بعض البلديات مش عم بتقوم بمهامها شو عم بيصير بالمساعدات اللي عم تجي ويكون الكريتين فاضي مثلا انه بيتلقون الكريتين فاضي أو مساعدات مثلا مشوفها بزبالة طب ليش بالنفايات عم نشوف هيك مساعدات يعني فيه عنوين كتيري وأسئلة كتيري لدرجة انه صار فيه اخبارات بهالإطار اليوم للقضاء اللبناني طب كيف عم بتحركوا النواب هل عم بيسألوا الحكومة حول هالشي يعطيون العافية بس نحن بدنا نضوي على السخرات لحتى يصير فيه تصليح رح نفتح هالملف اليوم مع ضيفنا المحامي علي عباس النائب الدكتور بلال عبد الله وكمان مع ناشطين اجتماعيين وغيرهم من يلي عم بيوزعوا مساعدات أما البداية فرح تكون من كمان مشكلة عم بتصير نتيجة فقدان العمالة الأجنبية نحن بنعرف أنه دايماً فيه عمالة أجنبية بلبنان بتقوم بأعمال ما بيقوم فيها لبناني اليوم يعني فيه شكوى عند المزارعين فيه شكوى عند الأفران فيه شكوى عند بعض القطاعات خصوصاً يعني بموضوع النفايات وغيرة لأن اليد العاملة الأجنبية راحت من لبنان نتيجة الحرب الدائرة شو الارتدادات وهل أجر اللبناني يساوي أضعاف وأضعاف اليوم العمالة الأجنبية وكيف عم تمشي هالقطاعات خلينا نحكي اليوم عن الحرب اللي عم بتقلص اليد العاملة الأجنبية ومنها السورية والأجور تضاعفت والنقص كبير مع ضيفنا اليوم رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال مارون الخولي أهلا وسهلا فيك عبر صوت لبنان أهلا فيك نوال تعطيك العافية الله يخليك يعني اللبناني بيشكي وفيه أعمال كتير ما بيقدر يقوم فيها نحنا كيف بدنا نفصل هالعنوان بيشكي من البطالة فيه أعمال كتير ما بيقدر يقوم فيها هي طبيعة اللبناني أمشو مثلا الأفران عم تشكي اليوم المزارعين عم يشكوا مش عم بيلاقوا عمال فيه شكوى كتير كبيرة يعني حتى منشوف يعني بجمع النفايات فيه كتير نقص تشكو البلديات وغيرها من المؤسسات بنقص العمال الإجنبية ما في حدا يحل محلن بالحقيقة ستناوال هادي مشكلة أو شي ثقافية ترجع لمشكلة استغلال يعني خلينا بس نرجع لما بده يفوت بموضوع الاستغلال وإحنا وصلنا لهون لأنه أصحاب العمل كان عم يستغلوا أصحاب العمل لو بالأساس عم يستغلوا مين يعني العامل الأجنبي أم اللبناني العامل الأجنبي استغلاله على العامل الأجنبي أنه هذا العامل الأجنبي ما مسجله بالضمان هذا العامل الأجنبي منقدر نرك عليه منقدر نشغله أوقات طويلة وبالتالي استغلوا عن اللبناني ووصل الوقت أنه العامل الأجنبي راح وما عاد فيه لبناني يعني هايدي المصالح مش متل ما بينحكى دايما أنه فيه كتير لبنانيين بيشتغلوا بأعمال مش لقلهم أو بيعتبروا حالهم أنه هني لأ بالعكس هيدا موضوع مش مزبوط لأنه نحن بالحقيقة بكل المجتمعات في طبقات فقيرة طبقات فقيرة وتشتغل كمان بمهن مثل ما عم تشتغل اليوم الأجانب وبالتالي ما في مشكل بس وين المشكل اليوم؟ طيب المشكل اليوم أنا بقدر جيب اليوم إذا كان عندي محطة أو كان عندي فرن بقدر جيب عمال من عكار من الأرياف من اللبقاء من آخر الدني بقدر جيبهم هني بحاجوا ليشتغلوا بيشتغلوا حي الله الشي وبيقدروا يشتغلوا هذا العمل ولكن أنا ما بأمنلهم شي لو بعطيهم معاشات ما بأمنلهم بيوت ما بأمنلهم ناعم يعني لازم يأمنون بيوت بتظبط يعني هو سأحبة المؤسسة لازم يأمن بيوت لعمالهم مية بالمية ما مأمن بيوت للعمال الأجانب بس بيقعدوا كيف ما كان عمال الأجانب تحت الدراج كيف ما كان ؟ ايه عافوا لا 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 مشان啦 haki هذا الاستغلال مشان هكذا الاستغلال مشان هك اليوم إحنا رعينا على المشكلة لو جينا اليوم يجينا وقالنا أنه اليوم عندنا منذ أفترض أنا اليوم فرن بعمل بعمل لي عشر غرف مرتبين وبجيب عمال من من ترابلوس من عكار من من اللي بقع من آخر الدنيا ممكن تلاقي لي كتير عمال وكتير وكتير عندهم أبوطة يشتغلوا ويشتغلوا ويكونوا أحسن حتى من الأجانب ولكن أنا ما بدي أطعطها بهذا لأنا بدي أدم فيه وفر بدي أجيب على العامل الأجنمي زدته عشرة بزدته بغرفة واحدة وبهدله وشغله من عبوكر للعشية وصلنا وقت اليوم مثل ما عمنا نشوف العمال الأجانب راحه وبالتالي ما في عمال اللبنانيين حلوا مطرحون نحن بنعرف أنه بالنظام العمل وبالقانون اللبناني ساعات العمل محددة بثمان ساعات صح صح يعني اليوم العامل بالفرن وعلى منبر صوت لبناني وببرنامج نقطع السطر أنا بشغله 12 ساعة اللبناني ما بيقبل بدي يكون قريبة من النار اللبناني ما بيقبل يكون هالكبدي قريبة اللبناني بيقبل بتعطيه حقه اللبناني بيقبل ليش اللبناني بيشتغل برا بأوروبا وبيشتغل بأمريكا وبيشتغل بكل الدول يلا بكل هذي الأعمال بتلاقي لبنانية محترمين عم بيشتغلوا بالمحطة بتلاقي اللبنانية أنا بعرفهم عم بيشتغلوا دليفري لبنانية بأمريكا أنا عم بيطعوا على محطات البنزين لبنانية من عمري وحتى جامعيين عم بيشتغلوا دليفري يعني بامريكا عن جد لها الدرجة هاي ولكن هون بلبنان كمان مش بنرجع عن موضوع السقافة وان الموضوع السقافة اليوم المجتمع اليوم مجتمعنا قاسي وسخيف انه ايه اليوم انه هيدا عم بيشتغل بالمحطة بيطلع فيه بنظرة مختلفة هدا شي معيب ومشان هيك الموضوع السقاف يرجع كمان مفترض نحن نرجع نشتغل عليه ونشتغل على على انه على التوعية انه اليوم حيالها مهنة اليوم في لبنان هي بتشرف اللي عم بيشتغل فيها وبالتالي يوم تصور ان احنا اليوم بلى عمال الافران شو وامنسي اليوم بس نحنا هلا في ناقص كتير في ناقص كتير في ناقص بعمال الافران بجمع النفايات بالعمال الزراعية في مواسم زراعية وقفة نتيجة عدم وجود العمال في كمان لمززيتون يعني كمان في ناقص بالعمال هديك اليوم اوروبا فتحت الباب للبنانية مشان يشتغلوا بالزراعة باوروبا ليش نحنا اليوم ما بنفتح كمان لجمعيين عنا شو يعني نفتح يعني اليوم لمين عم بتوجه الكلام بس بديك دعتي حق يعني اليوم بتجي تقول اليوم بتجي تقول نحنا عنا موسم قطف الزيتون او عنا موسم يتفضلوا بيحكمتين حكي انه فاتحين هدا الموسم لجمعيين يطلعوا بيطلعوا شوية مصاري بيطلعوا بيجيبوا يعني هيدا هيدا الاطاف عم بيصير باوروبا كلها وعن بيطلعوا عم بيطلعوا من لبنان لا يعملوا ليفوتوا بهاي يعني يجمعوا ويجمعوا مصاري بدون هيدا المواسم وبالتالي نحنا قادرين نعملها في لبنان ولكن مشكلتنا هذا الاستغلال لصاحب العمل يعني الصاحب العمل بلبنان ما بيعطي العامل حقه العامل بأي شيء حتى العامل موسم اليوم طيب انه زي طلع اليوم كل اللبنانيين مستعدين نيقط فاليوم عنا مليون واربعمائة الف نازح عنا مشكلة كتير كبيرة عنا مشكلة فقر عنا الناس فقدت اعمالها عنا نحكي عن ناسين لبنانيين نصبت عنا نحكي عن ناس فقدت هول الناس مستعدين نشتغلوا حيالة شيء لا يقدروا يعيشهم ما هيدا المعادلة اللي عم نحكي عنها اليوم البلدية عم بتصرخ خلقت هجرة العمال الاجنبية ومنها السورية ليصرنا زمانين نعمل خطط حتى يعني نقلل من الاعداد بلبنان لانه صاروا عبء كتير كبير على المنى التحتية هلا عم بيروحوا لوحدون نتيجة الحرب بس اليوم هيدا يعني الهجرة للعمال السوريين وغيرهم خلقت اربكات بالقطاعات الاقتصادية وعند المؤسسات والزراعية وغيرها كيف لازم ينحل هالموضوع ومفروض يعني هن المؤسسات مثلا البلديات كما ان مارون الخولي ملديات خلق اربكات عندها معظم البلديات كانت تعتمد على الميومين السوريين بشكل اساسي بجمع النخيات ولمة بشكل غير نظامي كما سلطة محلية يعني كيف تقدر انا عم بللك عن كل البلديات حتى معظمهم كما بشكل غير نظامي كما بيخلفوا النظام يعني على الميوم بيخلفوا النظام وحطى اليوم العام اللبناني أو حتى الشرط اليوم أو حتى الان عميشتغلوا terminal بتعطيه حقه لان هناك العامل لبناني بتلاقي أكثر من فئة في لبنان عميشتغل فيها بالعكس بتلاقي فرصة هادي الفئة اليوم بتقدر تطلع مصاري خاصة بهذا ظروف الحرب يعني اليوم صاري عنا إذا انفقدت فرص العمل بوقت نحن عنا ازمة اجتماعية كبيرة وخطيرة. دعم. ازمة يعني احنا رايحين لازمة كبيرة كتير لانه يعني ما ننسى هذا التدمير اللي منهج عم بقوم فيه العدو الاسرائيلي. عنا ضيعة متل ما هي تدمرت. عنا مؤسسات بالالاف المؤسسات تدمرت. وبالتالي هالناس اليوم اللي هي صارت ناسحة. طب كمان بدا تاكل وبدأ تشرب. نعم. وهدي كي بدأت تشتغل اليوم. فازا كان في عنا اي اي ناقص باية فرص عمل. ممكن تكون هي تقدر تشتغل شارت. انه نقدر نعطيها حقها. مش انه يعني مش انه. يعني انا قوانين مرعية الاجراء لازم يعني كانت تطبقها الاقوانين. حتى لو تطبقت الاقوانين هلأ يعني العمل لازم ياخد حقه. ما في قوانين بساعة العمل. بالحدي الأدنى للوجود. حقوق العمال يعني هون. الميوم شي بيصير في اتفاقات. مشين هيك. نحنا ما عنا ازمة عمالة. نحنا عنا ازمة حقوق. يعني لو لو العامل اللبناني حقيقة بياخد حقه بتلاقيه بكل القطاعات وبكل المهن ومندون لانه نحنا عنا من كل الفئات وبالتالي نحنا بحاجة. طيب ازا ايجا بقلي. لو عنا اربعين بالمية اليوم نحنا آآ بطالة. طيب هادي اربعين بالمية البطالة كيبك تكيبك. ليش عنا بطالة? اربعين بالمية بطالة. لانه كمين المؤسسات عم تستغني عن العامل اللبناني اللي بدها عم بتوفر. ما مش هاي. هاي دي الازمة بلشت من الاستغلال. استغلال اصحاب العمل. اليوم اصحاب العمل يقوله ان نحنا مستعدين نعطي حق. العامل لبناني ان كان بالزراعة ولا بالبناء ولا باي وزيف من الوظيف اللي هي تعتبر اليوم العامل لبناني بعيدة عنها. انا بيعتقد انه هتكون كلها مليانة. المشكل بس نرجع المشكل الاساسي نرجع لصاحب العمل. مرجع بيقولك انا صاحب العمل اليوم يأمن اليوم اذا عنا مشكلة بالافران. نعم. يقول نحنا انا بدي عمال آآ عمال لبنانيين وانا مستعد اقمن لهم السكن. مساعد أبن لهم بيجوا من آخر الدنيا وبيشتغلوا لأن إحنا ما عنا مشكل عنا مشكل بموضوع الحقوق بس بس ما عنا مشكل بموضوع خاصة إذا عنا 40% من شعبنا عطل على العمل وبالتالي بالعكس بس إنه ما تجي به وتستغلي يعني اليوم باردون بتجي تحط العام بيحطوا الحق النقل يعني ما بفهم أو بيجي بدأت تجيبين من ترابلوس أو تجيبين من عكار تيشتغل ببيروت يحطوا الحق النقل ويرعي كل يوم يروحوا ويجي ثم ما بتصبت ما بتوفي معهم مش هناك علينا نحن كمؤسسات وكشركات نعطي حقوق العمال وبالتالي منغطي كل هذا النقص بنطلع من هذه فكرة الاستغلال الدائم للعمالة الأجنبية وإنه ليك وصلنا لوقت أنه اليوم صار في نقص بكل المهن بس أنا بقلك هيد المهن كلها بتتعبى أنا هون يعني أنا بقول أنه اللبناني ما عنده مشكل لبناني مثقف لبناني بيعرف أنه أي عمل هو عمل شريف بيشتغل فيه فبعتقد بس عنده مشكل بالموضوع الحقوق هو يعني مشكل بتطبيق الأنون بتطبيق كل القوانين يعني خاصة القوانين العملية يعني بيش بتقولي مثلا بلشنا 126 عمل اليوم مقتصرين على اللبنانيين بتلاقي من 126 ما منوش تغلو فيهم غير اللبنية طلع تعمية من وزارة العمل هني كل سنة بيطلع هيدا هيدا المهن تلاقي هيدا المهن أغلبية طب يشتغل فيه عمال أجانب هلأ اليوم نفقد العمال الأجنبية كمان بنرجع عن نفس المشكل ونفس النتيجة وبالتالي أنا بديجي أقول أنه العام اللبناني والشاب اللبناني والصابية اللبنانية ما عندن مشكل عطوهم حقوقهم بتلاقيون وينما كان طيب شو هي الحوافز اللي ممكن يقدموها بعض أصحاب العمل لحتى يرضوا أو يعني لللبنانيين للتعويض النقص الحاصل اليوم عنا مشكلة عنا مشكلة بالزراعة كله عم بيصرخ البلديات بتصرخ المؤسسات بتصرخ بدن عمالي أجنبي عم بيصرخوا لأنهم بدن يكملوا بالتوفير يعني أما عم بيصرخوا فعلا ما في حدا عم بيحل محل العمالي الأجنبي هذا السؤال مطروح لا لا في حدا بيحل مطرح العمالي مثلا بيقولك تنعطى الحقوق ومحدودة لأنه كمان بالمقابل وعم تحكي ليش العامل الأجنبي فعنا كمان عنا أزمة نحن نرى نحكي أنه في عنا يمكن تقريبا 30% من فرص العمل اليوم في لبنان انتهت وراحت طب هول شو بيقابلوا هول ناس شو بيعملوا طيب طب عندك سائقي الشاحنات هلا في عندك مشكلة سائقي الشاحنات وخصوصا من بعد تسكير المصنع فتح معنا شفورية معنا شفورية بكل بساطة اليوم كل قطاع بده إعادة تنظيم بتتنصى بشكل سريع إذا نحكي على موضوع السائقين العموميين اليوم بيجي أنا اليوم بعمل دورة كوزار الداخلية تتصلنا منظمنا هالموضوع بيجي بعمل دورة شو اسمو بطلالن بطلالن رخص سويقة وبديرجي بقول اليوم اليوم في فرصة اليوم للشباب اللبناني اليوم حنعمل دورة لسائقي الشاحنات وبالتالي هلا بتلاقي اليوم تعملها الدورة تعملها الداخلية اليوم بتلاقيلك بتلاقي مش أقل من عشر تلاف واحد مستعدين يروحوا ويقدموا تاخدوا هيد الرخصة وطي يشتغلوا نحنا مصيبتنا معنا لا تخطيط ولا رؤية ولا تطبيق للقوانين بالضبط بدنا نصرخ بس وبدنا نشوف كي بدنا ما شو بدنا نقرط سريع على التعبير بس أنه هيدا سعيدا ليش عن الهوايا بس هيدا على التعبير اللبناني إنه كي بدنا بس ما سمعنا صوتكم هلا بلاشنا ما سمعنا النقابات العملية صدخت قبل بها الموضوع لا قالك نحنا كتير اشتغلنا هيدا الموضوع مسألة التدريب يعني دايما منقول وتكون في بطالة ميجي منقول كيف مؤسسات منه اللابورة عم تعمل تدريب يعني بتجي بتقول طب ليش اليوم اللبناني مثلا اليوم إذا فقد عمله في طرد اليوم خضي مثلا موضوع المصارف يعني كنا بـ 25 ألف موظف بيشتغلوا بالمصارف نحن سمعنا اشي 12 ألف يعني الليك قدير طب هول اللي كان يشتغلوا بالمصارف ما في شغل لقلهم شو ما نعمل فيه يفترض إعادة تأهيلهم إعادة تأهيلهم يعني منشوف شو عندهم إمكانيات ممكن واحد رأتشغلي بالكهرباء وممكن واحد رأتشغلي بال يعني ساغليهم بالمحاسبة أو هنا نرجع عن هيكل القطاع المصارف يروي يشتغلوا بالشغلهم هلا قطاع المصارف كان منفوخ يعني كان مش معقول بلبنان بهذا البلد الزير كان في عنديك 1065 مصرف يعني وبالتالي اليوم بيرجع لحجم الطبيعي إذا سننا اليوم 700 مصرف سننا 700 فرع عفوا للمصارف سننا بالحجم الطبيعي يعني فعملية نحن يعني يفترض بقدامها بكل هذا يكون فيه تدريب وإعادة تأهيل تاعة اليوم في عندك بطالة حكيت عن البطالة اليوم طبعا بيظل هالوضع تتغير الأرقام كتير لنحن ما عنا مساح ولا عنا أعداد ولا أحصاءات بس عم تتغير الأرقام نتيجة قصف منطقة بيتحول بيترك محلاته ويترك بيته بيروح ع منطقة تانية والحبل ع الجرار عنا أزمة كتير كبيرة وعنا أزمة اجتماعية حقيقية يعني اليوم ما بدنا ننسى على الأرض شو فيه على الأرض عنا مشكلة في عندك 30% اليوم اللي كانوا عم يشتغلوا كمانا تركوا تركوا وظيفهم طب هو عطلين على العمال قاعدين قاعدين بمراكز القواء اليوم وبدوا هول شو ما نعمل فيهم طيب قولك شو مستقبله اليوم شو المستقبل اللي كان عم يشتغل بالمؤسسات ما بدنا نشوف مستقبل الوطن بالأول بس كمان عنا مستقبل العائلات اليوم وهالأشخاص اللي هوا شو ما نعمل فيهم حقيقة عنا مشكلة كبيرة اليوم مشكلة اجتماعية مشان هيك إذا كان فيه نقص بالوظائف ممكن ممكن الأزمة الحالية اليوم تغطي بس شرط شرط يكون فيه إدارة سليمة وحوكمة رشيدة لأن نقدر نروح مي بدون فيها وين هو وزارة العمل؟ وزارة العمل أصلا مش قادرين ينزلوا على الوزارة مي بدون فيها وزارة العمل اليوم معطلة أصلا بالأساس لأنه بفعل موقع بالضاحية عمليا حقيقة مفترض تكون تكون في حالة طوارئ بالبلاد حالة طوارئ بالبلاد تاخد جزء الاجتماعي تاخد بهذا الاتجاه تشتغل عليه تشتغل عليه تشتغل على الناس طيب جبت اليوم جبت اليوم مساعدات الشهر وشهر الجيح تجيب مساعدات اللي بعدها شو بصير كيبت هالعائلية تبتاكل وبعدها ننتبه أنه نحن عنا آلاف يعني عشرات آلاف من المؤسسات ومن الضياء راحة طيب مي بيخدم هاللي عطلين عن العمل يعني مثلا يمكن ويبسايت أو أنه بإعلان عن يعني اليوم بوظائف فعني كتير مؤسسات نحن كان في عنا مؤسسة الوطنية للاستخدام كمان راحة ما فيش كله فارض من زمان يعني عم تحكيني نحن المجتمع المدني يفرد يجع يتحرك والدول يجع تتحرك لمساعدة هالناس إحصاء إحصاء هالناس اليوم اللي عنده كان وظيفة خسرة بلكن بيقدر دغري نقدر نوصف وظيفة خاصة تبني فلأ أنتو مساعدة بيت شو دوركم بهالإطار عطل برجع لكم لهذا الأهم وهذا أنتو مية بالمية أنتو شغلتكن ولازم تكون يعني نحن كمان هلأ كمان عم كمان عنا مبادرات نحن عم نقوم فيها كمان بموضوع النازحين بس هذا بالفعل بس هذا الموضوع هنرع ناخده على على عطائكم مية بالمية ونشوف كيف نقدر حقيقة نقدر هالناس اللي هي فقدة وظيفة نقدر نرع نوظفها بوظيفة جديدة اللي موجودة يعني من واقع الحال أكيد الموجودة أكيد نعم على كل حال وهذا كمان اتحاد الأمال العام إن شاء الله بيكون عنا كمان حل أنا بدي أشكك مارون الخولي أهلا وسهلا فيك رئيس الاتحاد العام لنقابات الأمال على أمل هالمبادرة مهمة يعرفوا الناس وين فيه مقدروا يشتغل ممكن بلمز زيتون يمكن بحيالة وظيفة كلها بأي مهنة اليوم في رجال شريفة بتشرف لعم يشتغل فيها يقدروا يشتغلوا فيها لحتى يعيشوا ويكلوا بكرامة بكرامة ونقطع السطر مارون الخولي شكرا لأيك أصدقاء المشاهدين ومستمعين نشوف المساعدات شو السطر وين السغارات لا أمنحك على فساد ليش اليوم يعني فيه ناشط حقوقي وغير أستاذ علي عباس المحامي وغير توجهوا إلى القضاء بالنسبة للمساعدات طيب بيخضع اليوم المساعدات لقانون المحاسبة العمومية خلونا نفتح ملف المساعدات الغذائية اللي عم نشوفها كمان بمكب النفايات بعد هالفاصل تابعونا